تصاميما لمدينة متكاملة جيدة كان لأهل الديوانية على موعد في افتتاحها وينعموا بها وينسون كم مرت عليهم من سنوات عديدة افتقدوا فيها كل معاني الخدمات الحقيقية فكان من المؤمل أن تنجز كل البناء التحتية ومن ثم التهيئ للتنفيذ كل ما يحتاجه المواطن من بنايات صحية مجهزة بأحدث المعدات الطبية والمختبرية والعلاجية ومدارس وفق عمران العصري وهيئ الطالب نفسيا وذهنيا للتعلم حيث الصف الواحد لا يستوعب أكثر من 15 طالب فقط وتنتهي معاناة الدوام المزدوج أو الثلاثي وحتى الرباعي أحيانا وأسواق عصرية تقلل إلى حد كبير التلوث البيئي والروائح الكريهة وتعود الناس على نظام خاص في التسوق وشوارع ومجسرات تقلل الزحامات في الطرقات بعد توسيعتها وفتح طرق جديدة ومداخل تربط الأحياء ببعضها بالإضافة إلى تحريك عجلة الاقتصاد من خلال استثمار المنشآت الحيوية واستقطاب أيدي عاملة تسهم في انعاش المحافظة بمردودات مالية جيدة دون الاعتماد على موازنة بغداد المعتمدة على عائدات النفط فقط كما أن المشاهد الحزينة للمتسولين ومن يتيح من التقاطعات مصدر للرزق له فأنها ستنتهي مع وجود دورا لإوائهم وفرص عمل تحتضنهما كل ذلك وغيره كان له أن ينفذ لو لا بايروس كورونا الذي بدد الحلم وغير الموازين وخلق العثرات أمام تنفيذها على أرض الواقع لأنه أوقف شريان الحياة تماما رغم أن المواطن وثقته العالية بمستقبل زاهر له في مجالات مختلفة في بلده وبسبب حظر التجوال اضطرنا لأخذ اللقاءات عن بعد فهذا كان طموح البعض منهم أو تثمينه لدور حكومته الحكومة وفرت لشارع حلو متنزع حلو وكيش شم وفرت لنا أصلا أستيح أطالبها بأي شيء هايسا حكومتنا الرشيدة وفرت لنا مستشفيات ممتازة خدمات طبية ممتازة أدوية وعلاجات من مناشة عالمية رصينة بنام تحتية جيدة طبعا أنا منتظر بس بايروس كورونا يخلص حتى أزواج لأن الدولة والحكومة العراقية وفرت الشرقة حتى بعد ما كمانع أنه أنا أعارب للزواج أنا طالب راح أقرأ وأجتهد لأن أدرح كومت راح أتعيني بواحد من مصانحها من أتخرج ونأسف أن كل ما تقدم هو حلم لطالما انتظره العراقيون والديوانيون خصوصا وأن كل ما تقدم هو كذبة نيسان من الديوانية محمد حسن قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر